يا سيدي هناك في هذا الكتاب موجود هذه الشيء الله تعالى يعطي خمس أشياء لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أعطى لغير أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما هذه خمس أشياء وأيضا شرح لهذه خمسة أشياء هو حقيقة هذا حديث سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه أيضا أخرجه الإمام بيها في شعب الإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم أعطهن نبي قبلي ما هن قال النبي عليه الصلاة والسلام أما وعيده فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليه ومن نظر الله إليه لم يرده أبدا وأما الثانية فإن خلقوا هواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك سبحان الله وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة سبحان الله وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنه فيقول لها استعدي ونزلني لعبادي أو شكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي وأما القدر فإنه إذا كان آخر لهم غفر الله لهم جميعا فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم لا ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا أعمالهم وفوا أجورهم سبحان الله